بسم الله الرحمن الرحيم عزيزات التلميذات أعزائي التلاميذ نلتقي بكم اليوم لتقديم درس بعنوان الاتصاق وهو درس موجه إلى تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا مسلك الأداب والعلوم الإنسانية في مكون علوم اللغة بداية سننطلق من قراءة نص تتعدد أشكال الفرجة المسرحية العربي بحسب طرق الاتباع الإبداع فيه فقد عرفنا أن المسرح العربية في أول اقتباس مع إعادة النظر في الجذور التراثية للمسرح بدأ كثير من المسرحيين يميل إلى توظيف التراث في أعمال المسرحية بينما آخر يعمدون إلى الاقتباس من الغرب كتابة المسرحيات وفق الشروط المقاييس الغربية في الإبداع المسرحي من أشكاله نذكر المسرح الاحتفالي المسرح الذهني المسرح التجريبي وأخيرا المسرح الفردي إذن نلاحظ بأن هذا النص هو عبارة عن نص مشتت ولا توجد هناك روابط في هذا النص مما شكل صعوبة علينا في فهمه وفي بناء المعنى كيف يتولد المعنى؟ المعنى يتولد انطلاقا من كتابة الكاتب لنص معين هذا النص يوجهه للقارئ فنحن أمام نص مكتوب من قبل الكاتب في هذا النص يحاول الكاتب تقديم فكرة معينة أو أطروحة معينة ولإيصال هذه الأطروحة لا بد له من تحقيق نص متصق ومن هنا نطرح السؤال الآتي ما المقصود بالنص المتصق؟ وما المقصود بالاتصاق؟ وما معنى الاتصاق؟ تعريف الاتصاق الاتصاق في المعاجم اللغوية متعدد المعاني فمن معانيه الجمع ومن معانيه أيضا الضم ومن معانيه الانتظام ونلاحظ بأن هذه المعاني الثلاث تنتظم فيما بينها وتصب في دلالة واحدة وهي التماسك أما بالنسبة للتعريف الإصطلاحي فإننا قد اخترنا مجموعة من التعريف الإصطلاحية من كتب متخصصة في لسانيات الخطاب من بينها كتاب لمحمد الخطاب انتقين منه هذين التعريفين التعريف الأول يعرف الاتصاق بأنه تماسك بين مجموعة من العناصر التي تسمح بتلقي النص وفهمه إذن هنا يتحدث التعريف عن مفهوم التماسك عن مفهوم التماسك وحينما نتحدث عن التماسك فنحن نقصد به تلك الوشائج والعلاقات التي تكون بين كلمات النص هو ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة للنص النص المتصق هو النص المتماسك الذي تتحقق فيه خاصية الربط بين الكلمات أولا ثم الجمل والفقرات أيضا ومن هنا نطرح السؤال كيف يمكننا أن نكتب نصا متسقا أو كيف يمكننا أن نقف عند الاتصاق في نص ما ننتقل الآن إلى بيان أنواع الاتصاق تتحدد أنواع الاتصاق في ثلاثة النوع الأول هو الاتصاق الدلالي الثاني الاتصاق التركيبي ثم أخيرا الاتصاق المعجمي سنتعرف الآن على الاتصاق الدلالي الاتصاق الدلالي هو عبارة عن علاقة دلالية بمعنى أن هناك ما يسمى بالسمات الدلالية والسمات الدلالية يقصد بها السمات التي يعرف بها الشيء فمثلا حينما نقول باب فالسمات الدلالية في كلمة باب هي أنه مفرد وأنه مذكر بمعنى أن السمات الدلالية هي السمات الخاصة بالجنس وبالعدد أيضا يمكن إضافة سمات دلالية أخرى من بينها الحضور أو الغياب إذا كان الأمر يتعلق بالضمائر نعود إلى تعريف الاتصاق الدلالي إذن الاتصاق الدلالي هو عبارة عن علاقة دلالية بين عنصرين وتتحقق أو يتحقق هذا الاتصاق الدلالي عبر الإحالة ويسمى الأول محيلا والثاني محالا إليه إذن ما معنى الإحالة؟ الإحالة أن هناك كلمة معينة تحيلنا على كلمة أخرى أو جملة أخرى وهذه الكلمات التي تحيل تسمى المحيل وتنقسم إلى قسمين القسم الأول هو عبارة عن أسماء الإشارة وأسماء الإشارة كما عرفتم أعزاء التلاميذ وعزيزات التلميذات هي عبارة عن كلمات نحدد بها مخاطبا أو نحدد بها شيئا كقولنا هذا، هذه، هنا، هناك فهي مخصصة للعاقل ولغير العاقل وللإشارة إلى المكان أيضا المكان القريب والمكان البعيد بالنسبة للإحالة بواسطة الضمائر أيضا فنحن نتحدث عن إحالة بضمائر منفصلة وأخرى متصلة ونقصد بالضمائر المتصلة تلك الضمائر التي تتصل بالكلمة سواء أكانت فعلا أم كانت حرفا أم كانت إسما أما المنفصلة فالمقصود بها تلك الضمائر التي كنا نستعملها إذا تذكرتم تلاميذة الأعزاء في الأقصام الإعدادية وفي القسم الابتدائي في الصرف عندما نريد تصريف الأفعال ونقصد بها الضمائر أنا، أنت، هو، هي، هم إلى غير ذلك الآن ننتقل إلى أصناف الإحالة إذن الإحالة باعتبار موقعها تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو الإحالة النصية ونقصد بالإحالة النصية أن الضمير المتصل أو المنفصل أو اسم الإشارة يدل على جملة أو عبارة إما أن تكون قبله أو بعده وفي هذه الحالة فإننا نكون أمام إحالتين إما إحالة نصية، يعني أن المحال إليه داخل النص ويكون بعد المحال إليه أو قبلياً فيكون المحال إليه قبل المحيل، قبل الضمير أو قبل اسم الإشارة ونعطي مثالاً كما تلاحظون هناك مثال مكتوب أمامكم أيهما يتحدث أنا الشاعر أم أنا القبيلة إذن نلاحظ أن هناك ضميراً متصلاً بكلمة أيهما ومن سماتها الدلالية أنها تحيل على مثنى مذكر وهذا المثنى المذكر هو الشاعر والقبيلة لأننا سنجمع الشاعر مع القبيلة فيصيران مثنى ستطرحون السؤال إذا كانت السمة الدلالية هي المذكر فكلمة قبيلة مؤنة ولكن القاعدة تقول بأن إذا كان هناك اسم مؤنة إلى جانب مذكر فإننا في الصرف نعتبرهما أو نعاملهما معاملة المذكر سواء في الجمع أو في المثنى في هذه الحالة بالنسبة للإحالة أو النوع الثاني من الإحالة كما هو مبين أمامكم ما يعرف بالإحالة المقامية أو الإحالة خارج نصية وهي عكس النوع الأول فإذا كان النوع الأول يحيل إلى ما يوجد داخل النص فإن الإحالة المقامية تحيلنا على معلومات ومعارف خارج النص كأن يذكر اسم كتاب أو اسم كاتب يفترض أن نعود إلى كتبه في خارج هذا النص الذي بين أيدينا إذن سنأخذ مثالا تطبيقيا سننتقل إلى مثال تطبيقي وسنحاول أن نقف فيه عند مجموعة من الأدوات الأدوات التي تم استعمالها في هذا النوع من الاتصاق الدلالي أقرأ النص ولا يكتمل الوضع الفني للمسرحية إلا حين تمثل على المسرح حيث يشاهد المتفرج الحركة بعينه ويحس بالعواطف التي توجهها ولذلك نشأت النظرية التي تنادي بالعلاقة بين المسرحية والمسرح والممثلين والمتفرجين وإن كان بعض النقاد المسرحيين يرون أن العلاقة بين المسرحية والمسرح والممثلين والمتفرجين علاقة عرضية وأن المسرحية قد تكون بغير هذه الأشياء وأنها تستطيع أن تحدث أترها الفنية دون الاعتماد على شيء سوى القراءة أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات المطلوب منا أن نقف عند الاتساق الدلالي بواسطة الإحالة ونستخرجه من هذه الفقرة بشكل سريع شيئا إذن سأعيد القراءة وسنقف جميعا عند هذه المحيلات ولا يكتمل الوضع الفني للمسرحية إلا حين تمثل على المسرح حيث يشاهد المتفرج الحركة بعينه إذن نلاحظ هنا وجود هاء وهذه الهاء إذا لاحظتم فإنها السمات الدلالية التي تكونها أنها مذكر وأنها مفرد وتحيل على غائب فإذا عدنا إلى الجملة التي ذكرت قبل هذه الكلمة سنجد أن هذه السمات الدلالية التي تحدثنا عنها موجودة في كلمة المتفرج فالمتفرج هنا هو المحال إليه وقد جاء قبل المحيل لذلك فنحن أمام إحالة قبلية وبما أن المحال إليه يوجد داخل النص فهي إحالة نصية في الوقت نفسه ويحس بالعواطف التي توجهها إذن هنا أيضا لدينا ضمير متصل في كلمة توجهها وهذا الضمير هنا لديه سمات دلالية مختلفة عن الضمير المتصل الذي تحدثنا عنه سابقا حيث تحيل إلى محال إليه مؤنث وهو الحركة ننتقل من هذا المثال يمكنكم أن تطبقوا على المثال لننتقل إلى الاتصاق النوع الثاني من الاتصاق وهو الاتصاق التركيبي ما معنى الاتصاق التركيبي؟ الاتصاق التركيبي هو اتصاق في مستوى الجمل ويكون أو يدل عليه مجموعة من المؤشرات اللغوية وهذه المؤشرات اللغوية التي تدل على الاتصاق التركيبي بين الكلمات وبين الجمل يمكن أن نقسمها إلى صنفين رئيسيين الصنف الأول هي حروف العطف الواو ثم الفاء حتى أم بل لكن إلى غيرها من حروف العطف التي سبق وتعرفتم عليها في السنوات السابقة ونشير هنا إلى أن حرف الواو يعتبر من أكثر حروف العطف استعمالا في اللغة العربية لسهولته ولأنه يناسب أغراض عدة فكما تعرفون فلكل حرف من حروف العطف معنى معين فإذا أخذنا على سبيل المثال الفاء فهي تفيد الترتيب مع التعاقب نقول دخل محمد فسعيد بمعنى أن سعيد دخل بعد محمد بوقت قصير جدا لكن حينما نقول دخل سعيد ثم دخل محمد فإن ثم تفيد الترتيب كالفاء ولكنها تفيد أيضا التراخي بمعنى بعد المدة الزمنية بين دخول محمد ودخول سعيد نأخذ مثالا على حروف العطف أو الاتساق التركيبي بواسطة حروف العطف القصة والمسرح فنان أدبيان يعالجان قضايا مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية نلاحظ أن حرف الواو يجمع مكونات هذه الجملة ويجعلها مترابطة مما يمكن المتلقي من استيعابها وفهمها وتقبلها بالنسبة للصنف الثاني يتعلق الأمر بالأسماء الموصولة الأسماء الموصولة نقصد بها تلك الأسماء التي تدل إما على خاص كقولك الذي يدل على المفرد المذكر أو التي التي تدل على المفرد المؤنة اللذاني اللتاني الذين إلى غير ذلك وهذه الأسماء الموصولة تسمى الأسماء الموصولة الخاصة لأن كل اسم منها يدل على اسم مخصوص بسمات ذلالية معينة فلا يمكننا أن نقول جاء التلميذ التي انتظرته لأن كلمة التي أو اسم الموصول التي يتميز بسمات دلالية تختلف عن ما سبقه أي عن كلمة التلميذ الذي يتميز بسمات دلالية هي المذكر والمفرد نأخذ مثالا عن هذه الأسماء الموصولة الخاصة كقولنا يعتبر المسرح من الفنون الأدبية التي تعتمد على الحوار فكلمة التي تصل بين كلامين كلام سابق يعتبر المسرح من الفنون الأدبية وكلام لاحق تعتمد على الحوار ننتقل إلى النوع الثاني من الاتصاق أو النوع الثالث عفوا من الاتصاق وهو الاتصاق المعجمي ونقصد بالاتصاق المعجمي نوع من الاتصاق يكون على مستوى الألفاظ ولا نقصد بالألفاظ هنا كل ألفاظ النص وإنما نقصد تلك الألفاظ التي يمكن أن نطلق عليها المفاهيم والمصطلحات وهي عبارة عن كلمات ترتبط بالموضوع الأساس فمثلا حينما يكون موضوع النص هو المصرح فإن الكلمات التي تتكرر داخل هذا النص والمفاهيم والمصطلحات التي تتكرر فإنها ترتبط بالأساس بموضوع النص وهو المصرح فسنجد بعض الكلمات من قبيل نص مصرحي مصرحية نص إبداعي نقد مصرحي إلى غير ذلك من الكلمات والمفاهيم إذن عزيزي التلميذ سنعيد صياغة ما قلناه في هذه الحصة منذ البداية أولا قلنا بأن الاتساق يعني التضام يعني التماسك يعني الربط وفي الاسطلاح هو التماسك بين عناصر النص أي بين كلماته وفقراته وعباراته وجمله ويكون الاتساق إما اتساقا دلاليا أو اتساقا تركيبيا أو اتساقا معجميا بطبيعة الحال نشير هنا إلى أن هذه الأنواع من الاتساق تضم في أثنائها أنواع أخرى وآليات أخرى للاتساق ولكننا سنقتصر على ما قدمناه سابقا الآن سننتقل إلى التطبيق وأقترح عليكم جزءا من نص وضع سابقا في امتحان وطني اجتزأنا منه هذا النص المصرحية هي التعبير عن صورة من الحياة تعبيرا واضحا بواسطة ممثلين يؤدون أدوارهم أمام الجمهور أمام جمهور محتشد حيث يكون هذا التمثيل مثيرا أو هي قطعة من الحياة ينقلها إلينا الأديب لنراها ممثلة على المصرح بدأت المصرحية في أغلب الظن عند المصريين القدماء وأخذها عنهم الإغريق فتمثلت عندهم في الأناشيد التي يرتلها عدد من الناس ثم تمثلت بعد ذلك في الحفلات التي كانوا يقيمونها في مواسم الزراعة وتطورت إلى الفن المصرحي الراقي الذي كان أكبر نقاده الذي كان أكبر نقاده أرستو عند الإغريق ثم هوراس عند الرومان وتختلف المصرحية عن القصة في كونها تعتمد على الحوار وجوهرها الحدث أو الفعل فهي تتكون من جملة أحداث يرتبط بعضها ببعض ارتباطا حيويا وعضويا تسير في حلقات متتالية تنتهي إلى نتيجة وكانت المصرحية تصاغ عند الإغريق شعرا بل كان يجتمع فيها الشعر والغناء والموسيقى والرقص إذ تتكون أجزاء المصرحية عندهم من مشاهد حوارية وأغنيات للجوقة مصحوبة بحركات من الرقص البدائي متعاقبة حتى نهاية المصرحية أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات نعود إلى هذا النص لنستخرج منه بعض مظاهر الاتصاق الدلال والتركيب والمعجم سنطبق على بداية هذا النص وأترككم تتمون البقية إذن يقول الكاتب المصرحية هي التعبير عن صورة من الحياة إذن نلاحظ أن هناك ضميرا منفصلا هو كلمة هي بسمات ذلالية هي على النحو الآتي أنها مؤنت مفرد تحيل على غائب وهذه السمات الذلالية تتوفر في كلمة قبلها هي كلمة المصرحية وبالتالي فنحن أمام إحالة قبلية نصية نتمم المصرحية هي التعبير عن صورة من الحياة تعبيرا واضحا بواسطة ممثلين يؤدون أدوارهم أمام جمهور محتشد حيث يكون هذا التمثيل مثيرا إذن نلاحظ هنا وجود اسم الإشارة هذا واسم الإشارة هذا يربط لنا بين الكلام السابق والكلام اللاحق وهو يحيل في الوقت نفسه على كلمة جاءت بعده هي كلمة التمثيل نتمم هذا التمثيل مثيرا أو هي قطعة من الحياة ينقلها إلينا الأديب نجد أنفسنا أمام رابط لغوي هو حرف العطف أو هنا استعملت للتخيير بين شيئين أو هي قطعة من الحياة ينقلها إذن حينما نتوقف عند عبارة ينقلها سنجدها متصلة بضمير متصل في إطار الإحالة بواسطة الضمائر المتصلة وأترككم لتطبقوا هذه الآليات وهذه الأدوات على ما تبقى من النص أشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء مع درس الإنسجام في الحصة المقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر